الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تثليماً كثيراً وبعد أقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه له ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلاً هذه الآية من صورة النساء الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى ألا يغلو في دينهم والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أن جعلوا المخلوق أو رفعوا المخلوق في منزلة الخالق سبحانه وتعالى وهذا من أكبر الظلم لله سبحانه وتعالى وقال أهل العلم ما أن الخطاب لأهل الكتاب ولكن هو عام لهذه الأمة لكي أن لا يتخذوا أو لا يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو الغلو في المسلمين عامة أو في خلق الله سبحانه وتعالى فهؤلاء النصارى غلوا في عيسى عليه السلام يعني أفرطوا في تعظيم عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها مع الله عز وجل أو قالوا ثالث ثلاث فالله سبحانه وتعالى كفرهم بقولهم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فهؤلاء اليهود والنصارى ذي الكفار عشان ما يجي واحد من المستهبلين آمن الترابيين جماعة تابعين للتراب أو غير من الضالين يقول لك لا ذي الأهل الكتاب آه ونحن ما من قدر نكفرهم لا لدي الكفار ولابد أن تعتقد أنهم كفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار عشان كذا اليهود والنصارى ذي الكفار فربنا سبحانه وتعالى أنكر هذا القلوب ربنا قال إنما الله إله واحد لا إله إلا هو فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عيسى عليه السلام عبد ورسول ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون فهؤلاء ضالون والغلو كما قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى طبعاً ده العام الأكولة للصوفية والأصحاب العقائد الفاسدة كلها أما أنت تقول لهم محمد بن عبدالوهاب طبعاً أسلم أن نقول قال الإمام محمد بن عبدالوهاب نقول لك أيها ده طبعاً الوهابية ما وهابية أزول أي حاجة نحن مسلمين ربنا سبحانه وتعالى قال وهو سماكم المسلمين لكن الإمام محمد بن عبدالوهاب يعني إمام من أئمة الإسلام وداعي إلى التوحيد قال في كتابه التوحيد قال أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلوف الصالحين النصارى ديل غلوا في عيسى عليه السلام وقبل قوم نوح عليه السلام غلوا وعبدوا خمس رجال صالحين روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر قال هؤلاء خمس رجال صالحين من قوم نوح ديل صالحين لكن هذه الناس البرع والمكاشف ديل ديل ما صالحين ديل مشركين ودعات للشرك مش مشركين بس كده لا دعات للشرك والكفر بالله عز وجل فقال ابن عباس رضي الله عنه قال هؤلاء خمس رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا يعني بعد ما ماتوا الصالحين قال أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموها بأسمائهم قال ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت التعارف ديل عظم الصالحين حتى رفعوهم إلى درجة الألوهية أي عبدوا مع الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى أنكر في الآية في صورة النساء على هؤلاء من اليهود والنصارى وربنا سبحانه وتعالى لما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام وهو أول رسول ربنا أرسل نوح عليه السلام تزعمائة وخمسين سنة يدعو الناس إلى التوحيد ربنا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما نوح عليه السلام كان يدعو للتوحيد ودي دعوة الأنبياء والمرسلين تبين التوحيد للناس وتبين الشرك وتبين أهل الشرك عشان كذا شوف دعوتنا دي بإذن الله عز وجل إنت عارف عاملة أكلة لأي واحد مرضان الصوفية دي الخليم أنصارى سنة طبعا شغل زي دا ما عندهم طبعا مقول لك يا أخي هؤلاء الشباب المستعجل مستعجل أنت مسكين ولا شنو مستعجل الأم واقعة في الشرك كل يوم حاملين جنازة تلقى صوفي ماسك في البرع ده خسر والله ده خسران مبين عشان كذا إحنا نستعجل وندعو الناس إلى التوحيد ونغزو المساجد طبعا المساجد دي مساجد الصوفي أنصارى سنة زاد تعرف الصفة الأول تلقى صوفي قاعد ولابس حجبات وإمام المسجد أنصار سنة يا أزول إنت اللي شغل غلبات أقول لشنو طبعا دي البارو دينار الكويتي وبارو الشغلاء والسياسة تقال الخلانة فارق نصارى السنة شنو بيقو خشو السياسة يقول لك منو هيبان منو كذا آمين شنو كذا مرشح ما في قنام زي دا أزول عشو قلنا دعوة بس ما شغالي اللف ولا دوران ودعوتنا واضحة بإذن الله عز وجل زي الشمزي ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عشان كذا نحن نتبرأ من أهل الشرك ومن أهل البدع ومن الحزبيات ومن الجماعات والحديث بطول في هذه المسألة لكن نخدم إن شاء الله بتنبيه إن شاء الله اللقاء قائمة أخونا إن شاء الله اليوم في لقاء في الشيلة اسمه اللقاء المنهجي في نسف قواعد الحلبي الحلبي دا طبعا من الأردن اسمه علي حسن عبد الحميد الحلبي فالحلبي دا زول مجرم أول حاجة حرامي حرامي كيف يعني سرد توقيع للشيخ الفوزان لصقه في كتابه دار التفعب حرامي هنا وأول حاجة الزلد مبتدع العلماء بدعوه والحلبي دا بجيبوان صار السنة في البلد علي حسن عبد الحميد الحلبي دا بجيبوان صار السنة الجماعات الحزبية التي فارقت المنهج السليم الذي كان عليه السلف والعلم كله مرد على هذا الحلبي المجرم فنحن في هذا اللقاء بندعو عن صار السنة تعال أحضر اللقاء هذا وبيفتح لك فرصة للنغاش وأدباع مختار البدري طبعا مختار البدري دا ما حلبي حلبي كبير عنده جماعة واحد اسمه عبد اللطيف أو غيره من الشفوت نحن بندعوك هنا في الشكلة في محطة الزنزينية بس شد حيلك تعالدت ومختار البدري بتاعك بيفتح لك فرصة بإذن الله تتنجم زي ما يتنجم عن صار السنة فإن شاء الله بعد اللقاء يمكن يكون فيه يعني ترحيل ولا الناس المهم تركب تعمل شيرين تركب لا دفار تمشي لأنه ما فيه مواصلات بدوديك بينه فنترك المجال لأخونا الشيخ هذا ترجمة نانسي قنقر